موسيقى من يعقد جلسته ويصوت على قانون انضمام العراق إلى اتفاقية النقل البرى الدولي المحمدي قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية غير ملزم للحكومة النائب عن تحالف القوى أحمد مظهر ينفي مناقشة قضية الأقليم السني في دبي وجرة صلاح الدين تؤكد استمرارها في تقديم المساعدة الإغاثية للنازحين اهلا بكم عقد مجلس النواب الاثنين جلسته الثامنة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي وحضور مئة واثنين وثمانين نائب وقال مراسل قناة سامراء ان البرلمان العراقي صوت خلال الجلسة على مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية النقل البرى الدولي مشيرا إلى أن عدد النواب الحضور بلغ مئة واثنين وثمانين نائب طالب زعيم تلاف الوطنية ياد علاوي من ساعد بالقبض على الإرهابي أبو بكر البغدادي بالكشف عن العصابات التي هجمت قاعدة بلد الجوية وقال علاوي في تغريدة على تويتر إن الإصابات التي نتج عنها الاعتداء الآثم الذي استهدف قاعدة بلد كانت في صفوف ضباط وجنود عراقيين وضف أن العصابات الإجرامية التي تقف وراء ذلك تريد إثبات وجودها على حساب الدماء العراقيين واستقرارهم وعلى السلطة الغائبة ومن ساعد بالكشف عن مكان البغدادي أن يكشف هوية تلك العصابات ومن يقف وراءها اعتبر الملك الأردني عبد الله الثاني الاثنين أن استيقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عادة الأمور خطوتين إلى الوراء مؤكدا أنه يؤمن بقدرة الشعب العراقي على المضي قدما نحو الضوء في نهاية النفق وقال الملك الأردني في مقابلة متلفزة أؤمن بالشعب العراقي وقدرته على المضي قدما نحو الضوء في نهاية النفق العراق كان يسير بقوة في اتجاه إيجابي خلال العامين الماضيين وأعتقد أن رحيل الحكومة عدن ربما خطوتين إلى الوراء أثق بالشعب العراقي وقدرته على المضي قدما نحو الضوء في نهاية النفق العراق كان يسير بقوة في اتجاه إيجابي خلال العامين الماضيين أعتقد أن رحيل الحكومة عدن ربما خطوتين إلى الوراء لدي كل ثقة بقدرة القادة العراقيين على العودة نحو الاتجاه الإيجابي علينا العمل بعزم للتأكد من أن الطائفية لن تكون قضية نواجهها ولكن مرة أخرى سيكون هاجسي خلال المباحثات التي سأجريها في أوروبا هو ما شهدناه خلال العام الماضي من عودة وإعادة تأسيس لتنظيم الدولة الإسلامية ليس فقط في جنوب وشرق سوريا بل في غرب العراق أيضا إن كان هناك انقسام في مجتمع العراقي كم هو الحال اليوم أنا متأقن أن القادة العراقيين سيعملون من أجل تخطيه علينا التعامل مع عودة دهور تنظيم الدولة الإسلامية وهذا سيشكل مشكلة لبغداد ويجب علينا أن نقوم بمساعدة العراقيين للتصدي لهذا التهديد وهو تهديد لنا جميعا ليس فقط في المنطقة هذا وأكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون علي أنصيف الأثنين أن ائتلافها لن يعلن حتى الآن موافقته على باعة جديدة لرئيس الوزراء المستقيل عدل عبد المهدي مشيرة إلى أنها طرحت فكرة تمثلها شخصيا بالبقاء على عبد المهدي للفترة الانتقالية محددة بزمن لحين جاء انتخابات جديدة وقالت انصيف في تصرح صحفي أنه من منطلق الشعور بالمسؤولية ومما يمر به البلد من ظروف أمنية واقتصادية واختلاف كبير بين القوى السياسية فيما بينها وكذلك رفض الشارع المحتاج على أي اسم تطرحه الكتل السياسية كبديل لعبد المهدي فقد طرحت فكرة الإبقاء على عادل عبد المهدي للفترة الانتقالية التي يجب أن تحدد بزمن لا يتجاوز عام واحد لحين جاء انتخابات جديدة كشف النائب عن تحالف القوى العراقية النائب يحيى المحمدي أن قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية من العراق غير ملزم للحكومة العراقية باعتبار أن الحكومة الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر تعرف أنت الإعلام تناول هذا الموضوع من جوانب مختلفة ولكن إذا تنجي لحقيقة الأمر هي الحكومة هي المعنية طيب، الآن شن القانون؟ هو مقانون، هو القرار التسويت على قرار؟ على قرار الزام الحكومة هي مو الزام مجلس النواب لا يمكن أن يلزم الحكومة في مسألة هي مختصة بها هي مختصة في جانب التعاقد بالاتفاقيات أو إلغاءها أو تعديلها وهذا أيضا ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية فبالتالي الحكومة المفروضة هي تكون المعنية بالدرجة الأساس في هذا الجانب طيب، القرار شنو؟ هذا القرار اللي صار الآن هو في ساحة الحكومة والحكومة الآن هي مسؤولة القرار البرلمان شنو كان؟ بإخراج القوات الأجنبية لا، هو مشروع قرار؟ لا، ليس مشروع قرار نحن نتكلم بالقانون بالقانون، أكو مشروع قانون الطين اللي أقرى البرلمان قرار قرار؟ قرار إخراج؟ قرار هو إخراج القوات الأجنبية من العراق وأعطى صلاحية الحكومة أعطى صلاحية الحكومة يعني هو في نصف الاتفاقية يعني مو أنصيقها بغير طريقة ممكن قرار بتخويل الحكومة العراقية كما نفى نايبو عن تحرف القوى العراقية لأن بيحيا المحمد وجود اجتماع عقد في دبي بحضور عدد من الشخصيات السياسية للمحافظات الغربية وشخصيات أخرى لإنشاء إقليم سني مشيرا إلى موضوع الأقليم مكفول دستوريا ولا حاجة للذهاب إلى دول أجوار أو الخليج لإنشاء إقليم من هناك يعني نشوف أولا موضوع اجتماع في دبي أو بالإمارات هذا غير موجود أبل أن نطلع وإذا كان سيد الرئيس في الإمارات أو بعض الشخصيات فأنا أنفي بأنه يجتمعون للاتفاق على إنشاء إقليم إذا أكون إتفاق فيكون داخل العراق من خارج العراق لا الإمارات ولا السعودية ولا القطر ولا أي دولة أخرى هذه أولا النقطة الثانية موضوع الأقليم هو موجود في نصر دستور وأعتقد هو موضوع دستوري أو كلام سابق وكلام حالي على إنشاء الأقليم سواء أقليم المحافظات نفى النائب عن تحالف القوى أحمد مظهر الجبوري الأثنين ونقشة قضية الأقليم السني في دبي فيما أشار إلى أن هناك شعور بالغبن نتيجة عدم الشعور بشراكة الحقيقية وقل جبوري في حديث لسام الرائن الأنباء التي نشرت عن طرح قضية الإقليم السني في اجتماع القيادات السنية بدبي عار عن الصحة مضيفا أن الموضوع لم يناقش في دبي أو في داخل العراق ولم يطرح بشكل رسمي أو خلال الحوارات رغم أنه حق مشروع بحسب تعبيره بينا النائب أحمد الحاج الاثنين أن الاتفاقية الصينية العراقية مخالفة للدستور العراقي مبينا أن البرلمان مطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة وقال الحاج في حديث صحفي نتنفيذ الاتفاق الصيني العراقي مخالف للدستور حسب المادة 110 والتي تخص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية وبينا أن مجلس النواب مطالب باتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن هذه الاتفاقية لسيما وأن الفقر أولا بالماد أعلى تنص على أن رسم السياسة الخارجية والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقات الدولية وسياسة الاقتراض يتوجب التوقيع عليها في البرلمان أكد نائب رئيس لجنة الصحة النيابية فارس البرفكاني اليوم الاثنين أن اللجنة ماضية في استكمال قانون الضمان الصحي مؤكدا أن طالب سحب القانون لم يصل إلى اللجنة وقال إن اللجنة ماضية في استكمال قانون الضمان الصحي مؤكدا أننا سوف ننتظر الملاحظات المقدمة من قبل وزارة الصحة ووضح أن القانون ربما لا يستكمل اليوم للتصويت عليه بكافة مواده ولكن سوف نستمر بالتصويت عليه وضف أن طالب سحب القانون لم يصل إلى اللجنة وإنما وصل إلى هيئة الرئاسة لذلك كان لنا اجتماع مع النأب الأول حسن الكعبي واتفقنا على الاستمرار بالتصويت على القانون بيانت لجنة التعليم النيابية وعلى لسان النأب غيداء كنبش أن لجنة ارتأت أن التظاهرات السلمية حق دستوري وأن على القوات الأمنية حمايتهم وتخصيص مكان لهم فضلا على عدم تهديد المتظاهرين وحماية المؤسسات فيما طالبت اللجنة بجلسة يعقدها مجلس النواب تخصص لهذا الأمر حيث راقبت لجنة التعليم العالي والبحث العلم النيابية بقلق شديد أحداث يوم الأحد الموافق الثاني عشر من الشهر الأول لعام 2020 وفي الوقت الذي كان فيه أعضاء اللجنة راغبين ومستبشرين بعودة انتظام الدوام في الجامعات والمعاهد الحكومية والأهلية إلى أن ما حصل من أحداث في بعض الجامعات قد أقلق بشكل كبير كل المعنيين خوفا من تصاعد المواقف وخوفا على سلامة وأمن أبناءنا الطلبة ومنها ما حدث في جامعة واسط والاعتصام من قبل بعض الطلبة أمام مبنى الوزارة وغيرها من الأحداث كان آخرها اليوم هو في جامعة البصرة وعليه ارتأت اللجنة بعد اجتماع طارئ لها أولا التظاهرات السلمية حق مكفول دستوريا وعلى القوات الأمنية حماية كافة الطلبة المتظاهرين والعمل على تسهيل كل الإجراءات وتمكينهم بعد حمايتهم في تخصيص مكان يؤمن فيه الطلبة التعبير عن آرائهم بكل حرية ثانيا عدم ملاحقة الطلبة المتظاهرين أو المعتصمين أو تهديدهم بأي نوع من أنواع التهديد ثالثا حماية المؤسسات التعليمية من بعض النفر الضال الذي يحاول خلط الأوراق والتأثير والإضرار بالمال العام وفي نفس الوقت تشويه المظاهرات السلمية للطلبة رابعا نطالب بعقد جلسة خاصة علنية لمجلس النواب وبحضور ممثلين عن الطلبة للاستماع إلى طلباتهم ومعاناتهم في الجامعات والمؤسسات التعليمية خامسا على الجامعات كافة عقد مجالس جامعة طارئة وبحضور ممثلين عن الطلبة ومناقشة التقويم الجامع الجديد أعلنت وزارة تعليم العالية الأثنين أن الطلبة المتغيبين عن الدوام سيتم تطبيق الضوابط القانونية بحقهم واعتبارهم مرسبين في العام الدراسي الحالي مشددة على ضرورة أن ينتظم دوام الطلبة في جميع جامعات الحكومية والأهلية وقالت الوزارة في بيان أن التعليم العالية تتابع موضوع غياب الطلبة لكنها لا تستطيع إرغام الطلبة على الحضور وتكتفي باتخاذ إجراءات إدارية وفقا للضوابط القانونية والتعليمات الامتحانية جارية ودعت الوزارة الطلبة إلى المباشرة بدراسة مشددة على ضرورة بذل الملاك التدرسي والفني والإداري المزيد من الجهود الاستثنائية لتعويض المدة الماضية كشفت هيئة النزاهة الاثنين عن صدور أمر استقدام بحق وكيل وزير الصحة لشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة محافظة نينوى الأسبقين لتسببهم بإهدار المال العام وقالت الهيئة في بيان أن الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بقضايا النزاهة في نينوى أصدرت أمر استقدام وكيل وزير الصحة للشؤون الإدارية والمدير العام لدائرة صحة نينوى الأسبقين عن تهمة إلحقهما الضرر بالمال العام من خلال إنشاء بناية وجمعية إسكان مرضى الثلاثيمية داخل مستشفى ابن الأثير أتابع لوزارة الصحة أكد السفير العراقي في طهران سعد جواد قندي للاثنين أن العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية على طهران ولا يعترف بشرعيتها ونقلت مصادر صحفية عن قندي القولة العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية على إيران ولا يعترف بشرعيتها ولا تمتلك هذه العقوبات غطاءا قانونيا على مستوى القانون الدولي باعتبارها عقوبات أحادية جانب وحول حجم تبادل التجاري الحالي بين العراق وإيران وضح قندي لأن حجم التبادل في الوقت الرهن بين إيران والعراق يقارب الاثنى عشر مليار دولار وقادة البلدين اتفقوا على زيادة هذا المستوى ورفعه إلى عشرين مليار دولار أكدت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أكد أن نائب مهدي تقي الاثنين أن نتائج التحقيق الأولية بشأن اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقاد فيلق القدس قاسم سليماني ستصل مجلس النواب الأسبوع المقبل وقال تقي في تصريح صحفي أن لجنة تقصي الحقائق الوزارية مستمرة بالتحقيق بشأن اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية للمهندس وسليماني قرب مطار بغداد الدولي لافتان إلى أن الأيام المقبلة سيتم إكمال نتائج التحقيق بشكل كامل وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق سترسل النتائج الأولية بشأن عملية الاغتيال لمجلس النواب الأسبوع المقبل أمهل متظاهر ذيقار اليوم الاثنين الحكومة مدة أسبوع لتنفيذ المطالب الشعبية مهددين بقطع الطريق الدولي بشكل تام في حال عدم تنفيذها وكتب المتظاهرون بيانا جاءت فيه ستة نقاط وهي كالتالي أولا محاسبة من قتل شبابنا وخصوصا مجزرة الناصرية ثانيا اكمال قانون الانتخابات والمصادقة عليه ثالثا اكمال الجدول المرفق للدوائر المتعددة مع تحديد حجم الدائرة رابعا تحديد موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة خامسا تكليف رئيس الوزراء مستقل مؤقت غير جدلي سادسا امهال الحكومة مدة أسبوع لتنفيذ المطالب الشعبية وفي حال لم يتم تنفيذ المطالب سيتم مقطع الطريق الدولي بشكل تام بعد أسبوع من تأريخ اليوم بعد مئة يوم من انطلاق الاحتجاجات الشعبية في العراق تتواصل الاعتصامات في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط وجنوب بينما يستمر الاضراب العام عن الدوام في أغلب الجامعات والمدارس وعدد من الدوائر الحكومية لنتابع تشهد ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد استمرار توافد طلبة الكليات والجامعات بطار الضغط على الحكومة من أجل تلبية مطالب المحتجين بالإصلاح الشامل وتغيير طبقة السياسية الحالية في محافظة البصرة قال شهود عيان إن عددا من طلبة الكليات أغلقوا منذ ساعات الصباح الباكر بوابة مجمع كليات باب الزوير وسط المحافظة احتجاجا على قرار وزاري باستئناف الدوام في الجامعات العراقية مصادر محلية وشهود عيان في كربلاء قالت إن مجموعات مجهولة هاجمت وأحرقت مساء أمس مقر منظمة بدر عبر إلقاء المهاجمين قنابل مولتوف حارق على المقر الوقع وسط المدينة قرب مبنى المحافظة والمجمع الحكومي فيما استخدمت قوة الأمن قنابل الغازي والهراوات لبعاد المتظاهرين عن المكان بينما باشرت فرق الدفاع المدني بإطفاء الحريق بحسب المصادر ذاتها مراقبون في بغداد قالوا بأن الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية عادت إلى الواجهة وكان من الملفت إضافة مطلب إخراج القوات الأجنبية من البلاد دون استثناء وأكد الشارع على ضرورة اختيار رئيس للوزراء مستقل ويعبر عن الإرادة الشعبية وليست له تبعية للخارج ليمهد لإجراء انتخابات تشريعية عامة في غضون ذلك أعلنت مصادر أمنية بمحافظة صلاح الدين إصابة أربعة جنود عراقيين بينهم ضابط في هجوم صاروخي استهدف قاعدة بلد الجوية جنوب المحافظة ليلة أمس وتعد قاعدة بلد من كبرى القواعد الجوية في العراق ويوجد فيها مستشارون أمريكيون لكن الجيش الأمريكي أكد إن أي من أفراده لم يكن في القاعدة لحظة استهدافها وفي هذا السياق أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن غضبه من التقارير بشأن الهجوم بما دعا إلى محاسبة المسؤولين عنه وأضاف في تغريدة له على تويتر أن الانتهاكات المستمرة للسيادة العراق من جماعة غير موالية للحكومة يجب أن تنتهي من جهته شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوس على رفض استخدام بلاده ساحة لتصفية الحسابات أو أن يكون طرفا في أي صراع إقليمي أو دولي وأكد في بيان لمكتبه خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي على أهمية توسيع سبل التعاون بين البلدين ومواجهة الإرهاب حيث نقل البيان عن السفير البريطاني دعم بلاده لسيادة العراق واستقراره ففي ظل هذه التحركات وتزايد التوترات في الداخل العراقي والخارج لا يبدو أن الحلول التي كانت على وشق الإعلان عنها ستنفع أكد مدير هجرة صلاح الدين أنها ما زالت مستمرة في تقديم المساعدات الإغاثية والنفط الأبيض على النازحين في مخيم الكرمة أما بخصوص منحة العودة فقد أكد محجوب أن الدائرة قدمت ثلاث وجبات من المنح الخاصة بالعودة داء التفجير المهجرين في محافظة صلاح الدين مستمرة في تقديم المساعدات الإغاثية على العوائل النازحة والعائدة وكذلك توزيع مالة النفط الأبيض على العوائل التي تسكن في مخيم الكرمة وعقيقة هذه المخيمات تم غلقها بفضل الله تعالى وبجهود من الوزارة وجهود محافظة صلاح الدين تم غلق أغلب المخيمات وما يتبقى سوى مخيم مواحد وهو مخيم الكرمة تتواجد فيه 204 عائلة فيما يخص منحة العودة تم تقديم ثلاث وجبات المنح خلال هذه السنة الماضية وإن شاء الله تعالى مستمرين بتقديم المنح على شكل وجبات خلال هذه السنة وحسب ما يرد إلى الوزارة من تخصصات مالية من وزارة المالية المساعدات الإغاثية المقدمة إلى العوائل النازحة هي متمثلة بسلات غذائية صحية مسلزمات مطبخية حصيرة وكذلك هناك مشاريع تم تقديمها إلى العوائل العائدة بين مواطن سامراء أن الحصة الشهرية المقدرة للمواطنين من قبل دائرة التوزيع لا تكفي لسد حاجة العائلة بسبب موجات البرد الشديدة التي تضرب سامراء وباقي المحافظات العراقية مطالبين بتثبيت الحصة لتصبح 100 لتر لكل عائلة هو حقيقة 100 لتر بالوقت هذا غير كافي للمواطن تعرف قساوة البرد وممكن نتوقع برد أقسى بعد فالمواطن يحتاج إلى أقل شيء في 200 لتر حتى تتأمن إلى الموسم الشتائي دورنا ناشد المساعدين بسامرة أنه زيادة الحصة النفطية للمواطن من أجل سد ما يحتاجه في خلال الفترة التي تكتلك عليها فترة قساوة البرد فنتأمل إن شاء الله من المسؤولين لإستجابة ونطالب إحنا الجهات المعنية هي 50 لتر لأنها تدوم لا تكفي المواطن السامراء والمواطن العراقية عامة الجهات المعنية زيادتها 100 لتر هي 130 لتر نقول الحمد لله والشكر بس هي دوب تكفي المواطن ونطالب الجهات المعنية يعني ما يرجعه مرة اللوخ أنه 50 لتر ونشكر الجهات المعنية ونشكر المسؤولين المنتجات النفطية أنه يبقوها 100 لتر أكد مدير توزيع المنتجات النفطية في سامراء كمال صالح حمد أنه تم تعديل حصة المواطنين من مادة النفط الأبيض لتصبح 100 بدلا من 50 لتر فيما نوه حمد إلى أن الذين استلموا حصتهم عبر البطاقة رقم ثمانية يستطيعون استلماء المتبقي من حصتهم لمن استلماء 50 لترا فقط تم على بركة الله تعديل حصة المواطنين من نفط الأبيض من 50 لتر إلى 100 لتر وبمجبل بطاقة الوقودية ثمانية وبالجهود التي بدلها الأستاذ عمار جبر محافظ صلاح الدين وبموافقة الأستاذ حسين طالب وكيل مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وبالجهود الحديثة التي بدلها الأستاذ سامر عباس محمد مدير هيئة توزيع الغربية إذن أصبح الآن لجامل علينا أن نعوض أصحاب البطاقات التي استلمت 50 لتر نعوضها ب50 لتر أخرى ومن نفس المنفذ التوزيع الذي استلم من عنده بالبداية هذا إجراء يعتبر إجراء رسمي واتخذنا الإجراء بهذا الموضوع وإن شاء الله تعالى سنبدأ بعملية توزيع المنتجات النفطة الأبيض على العوائل بواقع 100 لتر لكل عائلة وبمجب البطاقة الوقودية ومن سامر الحضارة إلى البصرة الفيحة وتحت هذا الشعار فقد أقام صحفي سامر مجلس عزاء على أرواح زملائهم شهداء الصحافة المراسل أحمد عبدالصمد والمصور صفاء غالي والذين استشهدوا برصاص الغدر في محافظة البصرة وتوافدت إلى مجلس العزاء جموع من المسؤولين المحليين والقادة الأمنيين والمواطنين ليجسدوا حالة من تعاطف واقتسام الحزن مع ذوي ضحايا الكلمة اليوم حضرنا مجلس العزاء الذي قامه الأخوة الصحفيين مشكورين في قضاء سامر را على أرواح شهداء الكلمة شهداء الحق الشهدين الزميلين أحمد وصفاء الذين يسقطوا في محافظة البصرة خلال تغطيتهم لحقيقة المظاهرات السلمية التي موجودة في تلك المحافظات والتي تطالب بالحقوق الشرعية لما يحتاجه المواطن الحقيقة نحن مع المظاهرات السلمية التي تطالب بالحقوق وكل الصحفيين الموجودين هم في خدمة أهلهم وبالتالي هذا الحادث حقيقة يجعلنا في حالة غضب يجب على الحكومة وعلى وزارة الداخلية أن توفر الأمن وتغطية الأمنية للصحفين الموجودين الذين يقومون بتغطية هذه الأحداث وما يحدث به البلد حقيقة نعيد الموضوع ونكرر أنه موضوع مظاهرات موجودة وحقيقة موجودة سخونة في تلك المناطق الجنوبية وعلى الأجزة الأمنية والخدمية أن توفر الأمن والأمان للصحفين الموجودين في تلك المناطق من هنا نبعث التعازي لذوي الفقيدين العزيزين في محافظة البصرة ونقول لهم أولادكم في الجنوب ونتضامن معكم في كل الأحداث في الأحزان والأفراح والعراق هو كالجسد الواحد أمنياتنا إن شاء الله الأمن والأمان للعراق وأن يكون حقيقة عمل الصحفي فيه كثير من الحماية من قبل الأجزة الأمنية الموجودة حضرنا اليوم مجلس عزاء أخوتنا الإعلاميين الذين استشهدوا في سبيل توصيل كلمة الحق وإصالها إلى أكثر عدد من أو محافظات العراق عامة حقيقة الإرهاب وصل ويريد يسكت يغلق لسان الحق وهذا لا يكون ونحن كتربية سامراء نقف وبشدة مع أخوتنا الإعلاميين في إيصال الكلمة وناشد كل الأخوة القوات الأمنية الموجودة بحماية كاملة لأخوان الإعلاميين نعزل أسل الصحفية في العراق عموما وفي مدينة سامراء خصوصا ونستنكر هذا العمل الجبان وأيضا الموقف الرسمي للحزب الإسلامي العراقي يستنكر هذه الأفعال وندعو المؤسسات الأمنية لحماية الصحفيين والوقوف إلى جانبهم وإندلت هذه الحادثة شاهدنا وهذا انتقال إلى الأخبار الاقتصادية مع إبراهيم الهاشمي بعد الفاصل سميلتي وسن شكرا لك أهلا بكم نشرق تصادقية جديدة والبداية من العنوان سائرون تكشف هدرا بالمال العام بملف بناية الفينت المركزي وزير النفط نخطط لإنتاج ثمانية مليون برميل يوميا خلال العبدين النوبرين أهلا بكم من جديد كشف النائب عن كتلة سائرون النيابية حسن الكناني اليوم الاثنين عن هدر في المال العام بملف بنجة البنك المركزي جديد بما يقدر بقيمة خمسمائة مليون دولار ولكن دون جدوى وفي نهاية عام الفين وثمانطعش وعند استضافة محافظ البنك المركزي والكادر المتقدم المرافق له تم استفسار والسؤال حوله آلية إحالة بناية البنك المركزي الجديدة بقيمة حوالي ثمانمائة مليون دولار ومن الممكن أن يصبح المبلغ مليار دولار وحسب ضوابط الحذف والاستحذاف التي يمكن أن يعتمدها الفاسدين كقطاع قانوني لهدر المال العام واستنزاف ثروات الشعب منذ أن تصدينا للموضوع ومن خلال الأطر والسياقات القانونية ومفاتحة الأطراف ذات العلاقة بكتابنا المرقم 453 في 30 تموز 2019 ونحن نمر بحالة من عدم الرضا والقناعة بالأجوبة الهزيلة والفاقدة الأهلية والتي لا ترتقي لحجم الموضوع وكان شعار الاستهزاء كان موقف الفاسدين حول الموضوع وهذا واضح من خلال الجواب المخجل الوارد في كتاب هيئة النزاعة عشر تالا أكد وزير النفط ثامر الغذبان اليوم الاثنين أن الوزارة تخطط للوصول إلى إنتاج ثمانية مليون برميل يوميا خلال العقدين المقبلين مبينا أنها تسعى لمواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية وقال الغذبان خلال ورشد أقامتها الوزارة لغرض الارتقاء بأداء العاملين والشركات الوطنية بحسب بيان لها أن الوزارة ماضية في تحقيق نقلة تكنولوجية واقتصادية وإدارية وبشرية من خلال العمل والتخطيط السليم للارتقاء بالمحتوى الوطني مبينا أن الوزارة تسعى إلى مواكبة التطور الكبير في الصناعة النفطية العالمية كشفت وزارة الزراع العراقية عن خطة لإدخال الأرز المحلي في البطاقة التموينية وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف أن الوزارة اقترحت إدخال الأرز المحلي كمقايضة ضمن مفردات البطاقة التموينية وهي خطة نجاح واسعة وحقيقية لم تحدث منذ عدة سنوات ودع المسعودي وزارة التجارة إلى ضرورة تهيئة أماكن من أجل استيعاب الكميات المنتجة من الأرز العنبر أو الياسمين أو الأصناف الأخرى أبرمت شركة ابن ماجد العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عقدا مع شركة الحفر العراقية لتصنيع صناديق حفظ المعدات وقال مدير عام الشركة حيدر طاهر جاسم في بقان أن الكوادر الفنية والهندسية في الشركة قامت بتنفيذ عقدها المبرم مع شركة الحفر العراقية والمتضمن تصنيع 29 صندوقا بقياسات مختلفة الغرض منها حفظ معدات الشركة المستخدمة في عملية الحفر وأضاف جاسم أن نسبة الإنجاز بلغت 55% وتشمل عدة مراحل منها سحب الخامات وحسب نوعية المعادن المطلوبة أعلن صندوق الإسكان في وزارة الإعمار والإسكان اليوم الأثنين إنجاز 1750 دفعة إقراضية للشهر الماضي بمبلغ تجاوز 23 مليار دينار ذكرت الوزارة في بيان أن الدفعات الإقراضية كانت على ثلاث دفعات الأولى بلغت 480 قردا والثانية 599 قردا والثالثة تعد منجزة 671 قردا بمجموع مبالغ صورفة للدفعات الكافة تم توزيعها بحسب المحافظات حيث بلغ 23 مليار و 636 مليون أخيرا أظهرت بيانات من أكبر اتحادات الصناعة السيارات في الصين اليوم الأثنين إن مبيعات السيارات في البلاد خفضت بنسبة 8.2% في العام الماضي أضاف اتحاد متجيس السيارات أن مبيعات السيارات في أكبر سوق في العالم نزلت إلى 0.1% في ديسمبر الماضي مقارنة بها قبل عام والمبيعات متراجعة حاليا للشهر الثامن على التوالي نهاية النشرة حميد المظهور مع الحقيبة الرياضية لكن بعد الفاصل الاقتصادي دمتم بخير شكرا لك حميد مشاهدين ختم النشرة هذا تفكير بأبرز ما جاء فيها من عنوان البرلمان يعقد جلسته ويصوت على قانون انضمام العراق إلى اتفاقية النقل البري الدولي المحمدي قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية غير ملزم للحكومة النائب عن تحالف القوى أحمد مظهر ينفي مناقشة قضية الإقليم السني في دبي وهجرة صلاح الدين تؤكد استمرارها في تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين النشرة انتهت شكرا لكم وإلى اللقاء